بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم مالك وكتابة أحلامكم أوامر هكذا يعيش الأهلي مع جماهيره إبراهيم أهلا بك باشماندس أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في حلقة الخميس من مالك وكتابة الحلقة 903 جاية في توقيت شوية استثنائي لأنه كمان معاد بدر شوية له ظروف مباراة منتخب مصر اللي بنتمنى له التوفيه إن شاء الله تعالى أمام منتخب بوركينة فاسو في تصفيات كاس العالم فعشان كده إحنا معكم النهاردة من الساعة 8 للساعة 10 إن شاء الله وكل التوفيه لمنتخبنا البلد الوطني لكن كده بصراحة أحلامكم أوامر ما انت اللي قدته اه ايه الحلم الحلو ده أحلامكم أوامر كان الملخص أو الكونسبت بتاع أو فلسفة تقديم حفل احتفال الأهلي بتوقيع العقود والاتفاقات بين كل الأطراف أو التحالفات اللي حتى نوفز المشروع للساعة كلها كانت مركزة على إن الهدف النهائي هو إسعاد جماهير الأهلي إزاي يتعمل حاجة ولذلك تحولت الفكرة من استاد إلى مدينة رياضية حتى يستطيع أي حدا من الجمهور أن يعيش كل أبعاد الاحتفالية هو وأسرته يخدهم يفسحهم يوكلهم ويدخلهم المولات ويدخلهم المتحف ويدخلهم حتى المطاعم ومدارس وكمان يعني مدارس وجمعة ومستشفى هكذا يفكر الأهلي كيف يتواصل ويتلاحم دائما مع أحلام جماهيرهم كان يوم حلو اليوم كان حلو وشيك شيك ويليق ابتكار حتى في طريقة التقديم السنائية اللي بين شريف وادوي عقوب السناء آه جميلة والاتنين يعني تلقائية وتناغم وهارموني صحية وبعدين كل شيء بعبر عن هوية الأهل محدش باخد اللقطة من التاني كله بيسند على التاني كله بيكمل على التاني كله فرحان يعني الهدف الآخر الأهلي وجماهيرهم إيه اليوم الحلم ده ترجمة نانسي قنقر